لما المواطني صير طموحه لقمة الخبز بس الخبز بده طحين والطحين مستورد والتاجر بده دولار والدولار عند الدولة والدولة دعمت الطحين والتاجر عمل فيه بتيفور والبتيفور غالي وما بيشبع شفتوا لي ملاقيت؟ مراحل لكن الحدا راهانو نطر إنو نسقط أو ننهار لجوءة الشمتين والشتامين والمصطدين في الماء العكر يعني بالشوارع بعد ما تشت الدنيا لكن الحدا نسي أو تناسي أسطور طاقر في نيق بحب قاله خاسئتا ها؟ شو تفضلت ستنا؟ خاسئتا صحيح بعد ما تشكلت الحكومة وبعد ما تصريف أعمال وفراغ وصحيح في تحديات اقتصادية تلوحوا بالأفق وصحيح نحنا قدام تلوح؟ وفي الأفق كمان؟ أي أفق أماني؟ هيا هم صاروا حدك بالستوديو لكن طور شوي صحيح نحنا قدام احتمال رفع الدعم بس لها لأ نحنا صامتين وفي اتنين من أهل السئة يلي بينشهد لهم أكدوا لي أنه ما في رفع دعم على القليلة مش بالفترة اللي جاي تؤكد معلومات الأوتيفي أن الدعم مستمر وهناك إجراءات محددة سيتخذها سلامة لتأمين استمرارية الدعم وهذا الأمر يفترض أن يتبلور خلال الأسبوع المقبلة كما أن الرئيس عون مهتم جدا بموضوع الدعم وحصل على نوع من التطمينات من سلامة بشأن هذا الموضوع والأيام المقبلة تثبت صحة هذه التطمينات شفت أنه أنا كراشة البرنامج وما بجيب غير الأخبار الإيجابية لا تتعلم تقول عنه النكدة بعدين أماني أنت غايبة عن سوشيال ميديا ما حابب كون أنا النكدة بس أخبارك اكسبايرد تعرف شو يعني اكسبايرد؟ أي شو مفكرني جاهلة أكيد بعرف شو يعني اكسبايرد عطول بشتري معلبيت اكسبايرد وبتلعلي عليهم عروضات كمان يعني خالصة مدتهم ومتل أخبارك اللي خالصة مدتهم أخباري مستحيل إذا مش هالعون راس الدولة ورياض سلامي أسطورة السلطة النقدية قالوا ما في رفع دعم يعني ما في رفع دعم لأن هني أصحاب القرار بس رياض سلامي صاحب القرار بس أنوا يعني طب خليك هيك كيف هيك؟ هلأ بدي أعرف شو يعني أصدق أصدق أنا ما بفهم لأ هلأ بديك تقول شو أصدق أصدق قلبك طيب ونيتك صافي عدة اقتراحات رح تدرسها حكومة حسان دياب المستقيلة بالاجتماعات التي تعقد الثلاثاء بالسراي لبحث ترشيد الدعم رئيسها حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال أن نية حكومة تصريف الأعمال لم تكن رفع الدعم بل كانت تواجه منذ البداية إلى ترشيد الدعم لحد ديت اليوم ما في تفكير من قبل المسؤولين يقيموا الدعم مية بالمية الموضوع دراسة ترشيد لا أكثر ولا أقل نحن ذهبين لعملية ترشيد الدعم بالوقت الحالي وليس إلى إيقاف الدعم شفت؟ شفت يا أفلاطون ما في رفع الدعم في ترشيد للدعم ترشيد يعني صوتك من هلأ لتخلص الحلقة ما تسمعني إيه لأن لما يكون عندك سلطة رشيدة بترشد الدعم مش بترفعه وفيه فرق كبير كبير سألوني شو الفرق أنت ما تسألني بلس صوتك ما قادر أسمعه وبس بدك تلي شي كتبه على ورقة أنا عم بحكي مع جمهوري سألتوني شو الفرق كلمة ترشيد أسلس على السمع بتحسها بالطمين مريحة مثلا مثلا تخيلوا يقولوا لجماهيرهم هنرفع الدعم بيكلوهم بسنينهم بيقولوا لهم ترشيد هيك بتحسها على السمع يعني أحسان أنا استخدم ترشيد الدعم لأنه واجهتني في الحزب مشاكل مشاكل واجهتني أنه لأ خلينا بالدعم قلت لهم رح نروح لكارسي استخدمنا كلمة ترشيد الدعم بدل أن نقول وقف الدعم ترشيد الدعم خفض الدعم تعديل الدعم تحيجتها واحدة رفعوا الدعم عن عدد كبير من السلع وإرهاقوا كاهل المواطن اللبناني أكثر فأكثر تنكة البنزين بدأت على الدواء وواوا كله تحت عنوان رفع الدعم صار في مصطلح جديد اسمه ترشيد الدعم شو الفرق كلمة مهزبة في أحلى من التهزيب شوفوا التهزيب حنجوع بس بتهزيب يعني بكل هالضغط الاقتصادي وبعد الحكومة عم بتفتشلنا على أكتر كلمة مهزبة تقلنا فيها أنه رح يرفع الدعم تخيلوا أنه بعد صحتنا النفسية أولوية عند الحكومة ليش اسألتوني ليش خايفين أن الفانيك توتال مش عارفين أنه نحنا ما من النهار طبعاً الوضع صعب وفيه تحدي والحياة مش وردية أكيد بس لما يكون عندك ثقة بالسلطة بيضلوا الأمل موجود أمل مين وقعنا ونهرنا ايه ورفعوا الدعم كمان طب ما خلاص بقى ما أنا ما بحب إفجار على الهواء ما أنا بعرف بس ما بدي أحبط المشاهد عم بعمل ترشيد للصحة النفسية للمشاهد سيرفعوا الدعم عن الطحين هذه أولى بشارات رفع الدعم المبطنة وكل شيء في الأفران ما عدا الخبز العربي سيرفعوا عنه الدعم حتى المنوشي رفعوا الدعم عن المواد الغذائية والدواء والمحروقات بات هاجساً فعلياً مع بلوغ احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خطوطه الحمراء ما ينذر بكارثة جديدة لن يتحملها اللبنانيون في المرحلة الأولى سيعمل على ترشيد الدواء وفق أولوية استعماله الورقة الأولى على جدول الأعمال عنوانها دعم المحروقات وفي المعلومات أن هناك اقتراحاً لخفض نسبة الدعم من 90 إلى 70% كمرحلة أولى وهذا يمكن أن يؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين 20 ألفاً لتصبح 45 ألف ليرة كيف يعني رفعوا الدعم عن كل شيء؟ أصلاً ليش هني كنوا دعمين كل شيء؟ يعني خلاص هلت راول نعمة راحي؟ دعم البيكون يلي مباعوا لجانا خلاص راح؟ دعم الباندول يلي مبعت عمصر كمان باح؟ وبعدين كيف يعني حكومة تصريف أموال تقدر تاخد قرار ترفع الدعم عكس يلي قاله رئيس الجمهورية وحاكم مصر في لبنان؟ خلاص أحكي يلي بدك يا مخريش وقفت عليك؟ خلاص أماني بدأ أوفرة أنا ما أوفرة؟ أنت شفت سمر بخالي؟ ترشيد لدعم السلع الغذائية في السرايا ورفع للسلع الحكومية في اجتماع بعبداء وما بين الاجتماعين يخوض اللبناني معركة صمود المنقوشة وبقائها حالة بر التصنيف وسيدة حرة مستقلة من دون مس بهيبتها المعرضة للقدم الاقتصادي دقيتوا بالمنقوشة المنقوشة فخرونا رمزنا الوطنة نزال شوف الأوروبية على مر مخايل صاروا يوقفوا بالصف مثلنا ناطرين المنقوشة لن ينالوا لن ينالوا المنقوشة حتى لو يوقفوا بالصف لأن رفعوا الدعم وبعدين ديئة رياض سلامي وينو عايستوا بكلمتان ضل يقول اللي يرى بخير وآخر شي منقوشة بطل فينا نجيب وينو يجي يوقف قدامي وينو استدعت القاضي يا غاد عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامي للمثولي أمامها الخميس المقبل لاستضاحه عن الملف وعن الألية التي يعتمدها المصرف المركزي بخصوص الدولار المدعوم ومراقبته هذه العملية الله يا غاد عون أول مرة أنا وإنت منتفق عشي يعني رياض سلامي لازم تتم مساءلته ويتحمل مسؤوليته ليش؟ سألتوني ليش؟ لأن رياض سلامي شريك كل حدا قطعها لهذه السلطة من التسعينات لليوم عيب على هللي عبيقولوا أنه أنا بمنظومة فاسدة عيب عليهم وعيب عليهم يقولوا أنه أنا عبغطل فاسدين عيب على اللي بيعمل عيب وعيب على اللي بيعمل هندسة مالية عيب يا مهندس العيوب فروح من وجي هلأ وخلينا تفاهم مع الرئيس يعني على رأسي وعيني طلبت رياض سلامي للتحقيق وأنا معك وأنا بقول كلمة الحق بس أنه راول نعمة عادة لشن سيتي بأجى ببالك مثلا أنه هو يلي عنا للسلة الغذائية يلي سمحت للتجار والصرفين يلعبوا بالدولارات ما خطر ببالك تستدعي تسألي سؤال سؤال تعرفي شو راح تقولك سمر بخليل؟ وفي هذه التحقيقات اكتشفت عون براءة وزارة الاقتصاد وظنت بلجنة الرقابة على المصارف وبات على وزراء ترشيد الدعم المجتمعين في السرايا أن يقدم أو أن يقدم أولا على ترشيد وزير الاقتصاد ورفع الدعم عنه كخطوة تمهيدية أساسية قبل أن يورطهم في سلة مثقوبة جديدة بمكسراتها المطعوجة منها وذات الطعم المدخان أنا بعرف يلي أنا عم بعمله هيدا الطحين عم بللك 3 طون يعني مليونين ونص ليرة هيدا اللي عم نحن البيئة بعده صارح للاستخدام معلوم لماذا توزع المناطق وتخزن بالمناطق؟ وين بدك تخزنه؟ يعني لو نطلع على هيدا هيدا هون جاي يوم أنا من زمان وزيع لكل الناس عم بقول ما تجيبوا لنا طحين ما عنا هيدا هي ما لازم نجيب طحين إذا شيء أعطونا أمح وحتى مش عايزين أمح راولتع شوي انت بكلها رسئلك قرص مدعوم ساعة بتدعمني المكسرات المطوجة وساعة بتقولي عنا كثير طحين ومستغنية تقبرني نحن عم نستقبل مساعدات ما فينا نتشرط فهمين عليا مش نحن يلي منقرب شوش حاضية اللي بدأت وصلنا وعلى سيرة المساعدات الأجنبية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون راجا جاي على لبنان عن جديد هالشهر قبل الميلاد وجاي بمعه سوربريز للشعب اللبناني شو ممكن تكون هالمفاجأة؟ ما تنزل على الشارع يسأل العالم ماكرون جاي على لبنان وقال وعدنا بهدية ممكن أعرف شو هي الهدية اللي جايبها والله كل هدايا هم فيها شي ملغوم بركة باخرة نحط فيها كل هالسياسيين ونبعطهم على فرنسا أول شي خطرها بالي مصار ممكن يعني علّ السعر شوي قبل كان انه ما عارض علينا كتير الله بدي يعرض أكتر لا يشتري البلد كلها الهدية لعاللبنانيين شو ما أقول يجي بلا؟ وما في شي بيجي على لبنان بيجي للشعب للروس الكبيرة اللي آكدين الشعب نحن مثلا العراق جبت لنا طحين وزير الاقتصاد إنه ما إنه عيز طحين أحينا كبينيهم بالمدينة الرياضية شو أنت بتتوقع إنه نحن عايزين؟ نحن عايزين؟ واواواول شو بقدك؟ عايزين دلط بلغ بس بالمصارف بين قمح القمح خير بيضاين بدأ، بيتخزن طحين دغري ب áreas بيض دغري بينتزيع عمل شي للبلد قبل السياسي للشعب المضحك مبكي إنه العراق عم بتساعدنا بلد منكوب عم بيجري بيساعدنا يعني إحنا ما بقى فيه منكوب أكتر مننا يعني شكراً زكرتني كنت قاطع راجع على البيت زكرتني بكل هالمصائب بحس إنه لازم نقعد نفكر نشتغل ونطور مثلاً أنا بطلب مثلاً يجيب لي كروسون لأنه شالوا الدعم عن الكروسون فإنه هنه عندهم مشهورين إنتي شو بتحب؟ تقول له جيبني ولا زعطان أنا بحب ما يجيب لي شيء حبي ياخدني موهو صراحة أنا برأيي إنه يجيب لنا كروسون يعني لأنه هلأ بدهم يرفعوا الدعم كروسون هتصير بشي 20 ألف كافي ميت والله الكافي ميت خير بالدنيا ما عم تلاقي العالم كافي ميت بدنا كروسون بدنا كعيك بدنا كل شيء جيبني وزعتر وزعتر والله غالية شوية صارت يعني عم بتزيد عليه إذا كل واحد جيبني وزعتر لا بدنا ننسي يا زعتر يا جيبني واحد واحد بركي بطلو بستايك بستايك شاطرين فيه ما بعت مبالغ فرنسا شاطرين بستايك كمان جلاب ما عقولي جيب لك جلاب ما عزا ما جيب واحد لا ما عقولي كروسون يمكن ما نقوش الزعتر لأنه هونز حق أسر 13 ألف شو فوايد رفع الدعم عن الطحين إذا في شيء مفيد برفع الدعم هو إنه رح نرجع نحنا بركي نرجع نشغل نحنا شخصيا بمجتمعاتنا الصغيرة وبضيعنا وبمحافظاتنا وبأقضيتنا نرجع نحفز الزراعة بالمبدأ ونرجع نحنا نكفي حالنا بحالنا مننحف نصير صحيين يعني بيخف استهلاك الدولار يعني بيصير الدولي بطل بده دولار كتير بدنا نعطي شيء إيجابي عن رفع الدعم شو فوايد رطخ الشعب لعمارتنا أنت مع ترشيد الدعم أو رفع الدعم لا أكيد يضل الدعم ما إذا راح الدعم دهور كلمة والله ما بعرف بس إنه رفع الدعم بحس إنه يمكن يجيب لنا نتيجة يعني مثل ما بقوله يعني آه هو ممكن يجيب شغلة واحدة بس آخرتنا نياله اللي بتجي آخرته عبكير يمان إنشاله هن ولا ينشال الدعم لازم يرشدول الدعم لازم شو ترشيد يعني ترشيد لأنه هلأ الخطة اللي حطها اسمه رشيد أنا مع أنه ينرفع الدعم على شغلات تانية مثل الدخان التنبك نيح أنه ما يندعم يعني يرفع الدعم صاري من كلمتي عن المشروبات مشروبات الروحية يرفع الدعم عن قصص الكماليات الكحول بركيه كلكم حطينا حطاط الكحول يا خي لأنه إذا بدأ نقل بين الخبز والأنينة الجيميس لأ حنقل قرفت كيف لك ما فينا نحكي عن أمور اللي عايزينا لأنه هي أساسا من حقوقنا نعيشها الشعب اللبناني صار بده بس كرامي يعيش بموضوع رفع الدعم خلينا نحكي كلمتان جديين شوي هل رفع الدعم خطوة صحيحة؟ ولا نكون واقعيين لازم نسأل شو البدائل يا اللي كانت بإيد السلطة تعملها حتى ما نوصل بهيك وضع أنه نرفع الدعم يوقفوا التهريب لأنه بتعرف حضرتك أنه عم نلاقي نحن السلع والهاو موجودين بدول العالم بالكوات بسوريا بكنشاسا بغانا بتركيا يعني بعدة دول استخدام الاحتياط الإلزامي يعني اللي باقي نرجع منذكر أنه الاحتياط الإلزامي هو قسم من الودائع شئنا أما بينه هو من أموال المدعين تالت إمكانية هو أنه يبيعوا قصمة من الدهب والهيئة القصة يعني كتير جدية براسهم لدرجة أنه حقيقة يعني ممكن يكون عبد الدهب منه بريء على هالشغل هادي اقتصادياً فينا نقول أنه هذا انتحار لأنه لا فيه خطة اقتصادية ولا فيه أي نوع من أنواع المخططات حتى يقدر أنا أنهض من الأزمة اللي أنا فيها يعني لو من قبل استغلاتوا جزء من هالأموال لتدعموا الصناعات المحلية البديلة أو لو استغلاتوا موقع لبنان ومناخه وبحره وبره لدعم الزراعة كان ممكن نوصل لمحل يصير بلدنا منتج ووفرنا فاتورة الاستيراد وبما أنه الانتاج مش يعني سانيتا مثل ما قال النائب السابق العبقرة نعم فرام وصلنا حالنا لانتاج مصادره محدودة كتير كتير وعاجلاً أم آجلاً رفع الدعم صار أمر واقع أنتوا اخترتوا تساكتوا الناس بحلول شعبوية كلها كذب بكذب مثل الهندسات المالية تخدير للوجع لحد ما انتشر المرض وتفشى ووصلنا لمرحلة آخر الدول كي لو مرة وحدة كانت حياة المواطن يعني الانسان هي الأولوية أكيد ما كنا وصلنا لهون شهدت الجمهورية هذا الأسبوع ثلاثة افتتاحيات عظيمة أولى افتتاح محمية طبيعية لشجر الأرز بمنطقة العقورة حملت اسم منقطة جمهورية وحام الثروة الحرجية بي الكل لعماد ميشيل عون كما شهدت الجمهورية افتتاح أكاديمية الإقطاع للعلوم السياسي والوراثي وكانت أول أعمال مبادرة خلي جرب هلأ تيمور بدو شاري بحظه وفي الختام أطل علينا رئيس الحكوم المكلف سعد الحريري بتيزر بيعلن فيه عن فيلم جديد واللي حمل عنوان أنا عائد إلى بعبدة تشرت بما قابلت فخامة الرئيس وتشوارت معه وإن شاء الله الأربعة حيرجع عنده ساعة مثل هالوقت وبيكون فيه لقاء إن شاء الله هيدا كانت حلقتنا درونا الأسبوع الجاية بحلقة جديدة